على هامش قيمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في أسيا سيكا في العاصمة التاجكية دوشنبي أجرى الرئيس الصيني شيجنبين محالثات مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ورئيس تركي رجل دايب أردوغان في لقائه مع أمير قطر دعا الرئيس شيجنبين إلى تعميق التعاون بين الصين وقطر في مجالات الطاقة والتجارة والبناء التعطية والاستثمار وتكنولوجيا الجيل الخامس ومكافحة الارهاب بينما قال الشيخ تميم بن حمد الثاني أن بلاده ترغب في تعميق التعاون مع الصين في العديد من المجالات معاربة عن تقديره لموقف الصين من حل الخلافات الدولية عبر الحوار والتشاور وفي لقائه مع الرئيس التركي قال الرئيس شيجنبين إن الصين مستعدة لتوسيع التعاون مع تركيا في إطاري مبادرة حزام والطريق ومجموعة الاشترين بينما قال أردوغان إن تركيا ستعز تعاون مع الصين في التجارة والمال والبناء التعطية ترجمة نانسي قنقر